طبعا بلسا مكملين معك كابتن الكبير كابتن تامر باجاتو قبل الفاصل والتعييد كنا متكلم عن دور محمد صلاح مع المنتخب صلاح ما سجلش مع المنتخب في مباراة كابفيردي ولكن دوره الفني كان بالتأكيد كبير في المرعب كابتن تامر طبعا محمد صلاح دايما كان تأثيره قوي جدا مع المنتخب بس يمكن ما كانش فيه ما كانش ما كناش عارفين ازاينا اتعامل مع محمد صلاح بالشرط محمد صلاح يبقى يعني الاستفادة منه والشرط تبقى مباشرة لان فيه بعض اللعيبة بتبقى لها ادوار كتيرة جدا بملعب اول طبعا حاجة محمد صلاح ققائد جوال ملعب اللعيبة نفسها كلها تبقى تلعب جنب وتاخد خبرة منه دي اول حاجة ودي مهمة جدا لان فيه لعيبة عندك كمان سنة سنتين مش هتبقى موجودة فانت هل انت حاطت لعيبة جديدة تبقى موجودة تاخد خبرة من اللعيبة الموجودة ودي تجديد واحلال زي بنقول كده لازم بقى مستمرة على طول للي خصة اللعيبة لسه منتكلم بقى لنلعيب لسه عند اربعة عشرين سنة واتنين وعشرين سنة ولسه صغار ده موضوع. ابراهيم مسجل ابراهيم عادل مسجل في مبالي فاتت بيقول لك هدف للعب الشاب ابراهيم عادل خلاص عادة يعني معقول ابراهيم عادل ما ليش الشاب يامال بقى نقول علي ايه اللي عن ستاشر سنة طبعا يعني. اه فا اه. مين يا با المسر في برشانه يعني ومع اسبالي. وبيلنجهام يعني الناس دي نقول عليهم ايه. وليسه عندهم تسعتاشر سنة وستاشر سنة الكراء يعني فيا جماعة لازم الفكر ده والوعي ده لازم يختفي تماما. مش هو انبقى اغير وهو يختفي. اه مش لسه. مش هينفع اسمها لسه هغير. اه. ولازم يختفي. المقولة دي لازم تختفي. فصلاح دوره هنا مهم جدا. تاني حاجة اه. انا شايف انه حسن حسن بيلعب على حته الحمثية. حسن حسن من اللايبة طبعا مش محتاجة نتكلم يعني حسن حسن بطول عمره حتة الحمس وحتة القتال والاستغلال القوة والملعب. ولغاية اخر لحظة في الملعب موجود. يمكن هيدلي المعوضة شوية للحته دي. غير ان حسن حسن كمان بدأ يفكر هجوميا بطبيعة الحال انه هو كان بلعب قلب هجوم يعني راس حربة فطبيعي هيميل جدا الى الهجوم انت عندك قدام واللي مساعده بدا انك عندك قدام اربع وكلهم محترفين الحمد لله انت عندك صلاح عندك مصطفى محمد عندك مرموش عندك ترزيجي لا انا اعتقد اول مرة شوف في منتخم مصر تلعب بصلاح ومصطفى محمد ومرموش وترزيجي وزيزو بالزبط يعني كلهم متجمعين في تشكيلة اي سيئة واحدة بس كنا ده من نقول ايه صلاح وزيزو هللعب صلاح ولا هتلعب زيزو بالزبط صلاح ولا هتلعب زيزو لانه بنعمل نفس المكان مرموش تزيجيه وخسرة اخسر اخسر ده اخسر ده بس هنا قصة كلها بقى ان انت ازاي كافية تستغلال محمد صلاح انه هو تقدر تشغل به لعبه كتير جدا صلاح اكترت الوقت المواطش اللي فاته ممكن ان هو اللي بينزل وبيستلم وبيحاول هو اللي يوصل وبيحاول يفضل مكان لزيزو لانه كله متوقع ان صلاح هيلعب هنا ما هو انت لازل سلب على توقع الفرع اللي قدامك ودي ممكن مكلم نحسن حسن كان قاري شوية الفرع اللي قدامه هتعمل ايه كابفيرد يعني كانت تعمل فيه جملة مكررة دايما وكذا تسمع صلاح ليفربول غير صلاح منتخم مصر طبيعي جدا لان الكرة الانجليزية غير الكرة مصرية ما فاش كلام الدور الانجليز غير الدور المصري وانا قلت من عندك انا المرة فاتت برضو ان صلاح رجل انجليزي بحث مالوش دعوة خالص مالوش دعوة بالكرة المصرية صلاح رجل انجليزي من الدرجة الاولى صناعة انجليزية لكن هو منتخم مصري لكن لازم تلعب بالطريقة اللي تقدر تطلع بها امكانيات محمد صلاح فانا شايف ان حسام حسن عرف يطور الحتة دي انت ازاي بصلاح بطبيعة الحال زي ما طبيعة اي حال لعيب مميز في اي فرقة ان هو بيلم حوالي اتنين او تلاتة لعيبة بيميلوا ناحيته علشان يوقفوا اخترته فازاي ان هو اتنين تلاتة لعيبة دول يفضيهم من المكان اللي هو مفروض يبقى فيه ويخش بهم لجوه وعشان كده زيزه المبارة اللي فاتت كان شكله كواس جدا وصل كواس قوي في نفس الوقت هنلاقي برضو ان مصطفى محمد نفس الموضوع كله مركز على مصطفى محمد فمعاه قطلع رامر ربيع هو اللي هي بيجوله فهنا بنتكلم في ان كيفية استغلال اللعيبة اللي عندك الاقوية او اللي عليهم رقابة بطريق غير مباشر انك تفضل بقية اللعيبة انت في الاخر بتلعب شطرنج مش مهم الفيل ولا الحصان ولا الوزير انت يهمك ان انت تكسب في اخر الجيم ممكن تكسب بعسكاري زي ما يقوله كده ايوه فهنا ازاي المدير الفني يقدر يحرك الادوات اللي عنده والتولز اللي عنده بما تناسب مع الفرق اللي ده وممكنات اللي عنده طيب واضح جدا زي ما انت قلت انه كابتن حسام حسن عنده طبيع حجومي طبعا يعني بقوله انه كان واحد من اهم المهاجمية التاريخين في تاريخ كرة القدم المصرية هل الطريقة دي التشكيلة دي مناسبة لكل المباريات تفرضة على كل المنافسين ولا حجم المنافس هو اللي بيخليك تلعب بالطريقة دي فيهم داري بيقولك انا هلعب بطريقة دي مع اي منافس وفيهم داري بيقولك حسن بالمنافس تنتجي كدو حسن حسن يعمل ايه لا بص هو طبعا لا مش هتصلح طبعا مع كل المنافسين وبتتوقف برضو على حالة اللعبة اللي عندك لان المنافس لما يقوله قدامك خلق بلك كابفردي برد كنا عندهم تلات لعبة مش موجودين تلات لعبة أساسية عندهم كنش موجودين دولهم موجودين وفتك المبارات تانية اللي هتبقى هناك هتلاقي الموضوع مختلف تماما يعني